موسيقى صباح الخير مشاهداء الكرام وأهلا ومرحبا بكم في جلسة الأعمال وبداية جديدة لأسبوع جديد شهدنا خلال الأسبوع الماضي العديد من الأخبار الإيجابية البورصة القطرية التي تصدرت الأسواق العربية والخليجية من ناحية الارتفاعات التي شهدناها وسنأتي إليها تفصيليا أيضا هناك العديد من الأخبار الاقتصادية التي ننتظرها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع على رأسها الاكتتاب في شركة ألمنيوم قطر وهناك بعض التفاصيل التي أعلنت هذا اليوم وسنأتي إليها سيصحبنا في هذه الجولة سيد أحمد عقل صباح الخير أحمد ماذا نبدأ؟ نبدأ بالأمطار ومن ثم نستكمل أخبارنا الاقتصادية إذن مشاهدي يا كرام زار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية غرفة طوارئ الأمطار بقطاع الأصول التابع لهيئة الأشغال العامة أشغال للاطلاع على المكثب على الإجراءات التي يتم اتخاذها لسحب مياه الأمطار من الطرق الرئيسية وتسهيل حركة السير وما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة لتجاوز الأضرار الناتجة عن هذه الكميات الهائلة من الأمطار هذا وأكد سعادة سيد محمد بن عبد الله رميحي وزير البلدية والبيئة أن الأمطار التي شهدتها الدوحة غير مسبوقة وتمثل ثلاثة أضعاف المعتادة مشيرا إلى أن جميع الأجهزة والمضخات وشبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الموجودة في الأنفاق والشوارع تعمل بشكل جيد كما أكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن جميع الشوارع والطرق الرئيسية ستكون خالية من المياه صباحا هذا اليوم موجة أمطار غزيرة وغير مسبوقة هلت على مختلف مناطق البلاد في وقت قصير وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بتنسيق مكثف وسريع لتذليل أي عقبات سواء أمام مستخدم الطريق أو أمام المنشآت والمرافق العامة والخاصة كل ذلك تحت إشراف مباشر من سعادة وزير البلدية والبيئة وبحضور سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة الحمد لله كان عندنا اليوم أمطار غزيرة في دولة غطر خصوصا منطقة مدينة الدوحة ومدينة الريان وحواليها وضواحيها وهذه الأمطار اليوم غير مسبوقة بسبب الكمية العالية وصلت نسبة الأمطار إلى 86 ملي والشبكة طبعا معمولة على أساسا تتحمل نسبة معينة لكن ليست نسبة الأمطار هذه بالزيادة التي حصلت خلال الساعتين فنحن نتعود أن هذه الأمطار تنزل علينا في سنة خلال 3-4 أيام إذا نزلت مجمعة في وقت واحد لكن الحمد لله يعني جميع المضخات العاملة في الأنفاق وعلى الطرق لم تتوقف أبدا واستمرت في العمل الشبكة عاملة 100% على أقصى قدراتها وقد وضعت الأجهزة المعنية في وزارة البلدية والبيئة خطة موازية للتعاطي مع كميات الأمطار المسجلة في المناطق الخارجية الحمد لله يعني انتوقع أن جميع الأنفاق تكون الليلة مفتوحة باقي ثلاثة أنفاق لم تفتح من السبعة التي أغلغت من المياه نتوقع إن شاء الله بكرا ننتهي من سحب المياه في مجمل المناطق التي كانت نسبة المياه فيها مرتفعة وتم إدخال حوالي 450 صهريج من البلدية إلى هذه المناطق زائد 85 مضخة محمولة فأحنا شقالين يعني تقريبا هنا على مدار الساعة هيئة الأشغال العامة ترقب عن كثب هذه الجهود وتساهم فيها وتسعى في ذات الوقت لتنفيذ مشاريع مستقبلية للتعاطي بأكثر النجاعة مع مثل هذه الحالات المناخية الطارئة إن شاء الله بيكون عندنا مشاريع خاصة بتصريف الأمطار واللي هو مصب مسيمير على البحر هذا إن شاء الله متوقع إن شاء الله يخلص إن شاء الله على سنة 2020 وإن شاء الله بعد هذا بيقلل مثل هذه الأحداث في المستقبل بإذن الله وتوازيا مع جهود شفط المياه تعمل الإدارة العامة للمرور ضمن خطة عمل مكثفة ودقيقة في مختلف الطرق الحيوية وعلى مدار الساعة لضمان قيادة آمنة وسليمة وإعطاء مستخدم الطرقات مسارات بديلة عند الحاجة تخفف من حدة الازدحام وتسهل عمل الفرق التابعة لوزارة البلدية والبيئة في آن واحد أمطار الخير أمطار البركة استبشر بها كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة حيث شهدت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا استثنائيا مع أجواء تعيشها قطر هذه الأيام خاصة يوم السبت الذي اعتبر منذ ساعته الأولى يوما استثنائيا على مستوى كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق البلد وقد وصلت مشاهدة الكرام كميات المياه في أكثر المناطق إلى 86 ملي مترا في حين أنها كانت لا تزيد في العادة على 30 ملي مترا وقد شهدت مناطق مثل بوهمور ومعايذر والريان وبعض أجزاء من مدينة خليفة نزول كميات الأمطار بشكل كبير لليوم الخامس على التوالي يحمل موسم الوسمي أمطار رادية غزيرة فمع صباح السبت تجدد تساقط الأمطار والتي رافقتها رياح هابطة قوية ومتغيرة الاتجاه وصلت إلى 42 عقدة على مختلف المناطق تركزت بشكل أكبر على العاصمة الدوحة وضواحيها خاصة أبو هامور والتي وصلت فيها نسبة الأمطار إلى 84 ملي مترا والتي اعتبرتها إدارة الأرصاد الجوية كأعلى نسبة للأمطار منذ عشر سنوات ثلتها مدينة راسلفان بنسبة وصلت إلى 31 ملي مترا ومن ثم مدينة الخور بنسبة أمطار وصلت إلى 23 ملي مترا وتتأثر البلاد بهذه الأجواء نتيجة لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على تكون الصحب الركانية المنخفضة وعن حالة البحر فقد تسببت الرياح القوية في ارتفاع الموج إلى عشر أقدام بينما أدت حالة عدم الاستقرار هذه إلى انخفاض الرؤية إلى كيلو مترا على بعض المناطق وترفقت هذه الأجواء بانخفاض الحرارة بواقع درجتين منذ يوم الجمعة وذلك نتيجة تأثر البلاد بجباهات هوائية باردة وفي هذا السياق أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تقريرا لها عبر صفحتها الرسمية أشارت فيه إلى أن حالة التقصي ستظل غير مستقرة حتى يوم الاثنين القادم حيث الأمطار والغبار والرياح مستمرة كما طالبت الجميع بتجنب النشاطات البحرية إلى ما بعد الاثنين كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تقريرا آخر أشارت فيه إلى أنه في ظل هذه الأجواء تم التعامل مع حركة الطائرات بكامل الجدية وذلك لضمان سلامة المسافرين فقد تم تحويل تسع رحلات إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت وسرعان ما عادت الحركة الجوية للطائرات إلى وضعها الطبيعي أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن النظام المصرفي في الدولة يستطيع بسهولة مواجهة أي ظروف غير مواتية وذلك نظرا لما تتمتع به البنوك العاملة في دولة قطر من رسملة عالية تمكنها من مواجهة أي مخاطر داخلية أو خارجية وشدد سعادته في حوار أجرته معه وكالة الأنباء القطرية على أن انكشافات البنوك العاملة في قطر خاصة على دول الحصار محدودة وقد أخذت في التلاشي مع استمرار الحصار النظام المصرفي القطري قوي ويستطيع بسهولة مواجهة أي ظروف غير مواتية ذلك ما أكده سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آثاني محافظ مصرف قطر المركزي وذلك ما عكسه كذلك تجاوب المؤسسات المصرفية مع تبيعات الحصار الجائر المفروض على الدولة ويعتمد مصرف قطر المركزي اختبارات ضغط ترتكز على افتراضات قصوى لصدمات تتعرض لها البنوك سواء من خلال عوامل داخلية أو خارجية وهذا ما مكن البنوك خاصة تلك التي لها فروع بالخارج من مواجهة المخاطر والصدمات وقد اعتمد مصرف قطر المركزي منذ بداية الحصار جملة من الإجراءات لتوفير السيولة والوفاء بالمتطلبات المالية للدولة والمحافظة على استقرار سعر الصرف الريال القطري أمام الدولار الأمريكي سمحت تلك الإجراءات برفع نسبة احتياطات المصرف من العمولات الأجنبية إلى النقد المصدر إلى أكثر من 86.16% أي أكثر من زمان مرات وبلغت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعمولات الأجنبية لدى المصرف نحو 144 مليار و700 مليون ريال في نهاية إبريل من عام 2018 محققة بذلك معدل نمو يبلغ 10% مقارنة بالشهر يونيو من عام 2017 كما سمحت الإجراءات التي اعتمدها مصرف قطر المركزي بتحقيق نسبة نمو لإجمالي الأصول في القطاع المصرفي بلغت 5% على أساس سنوي حيث بلغ إجمالي الأصول باستذناء بنك قطر للتنمية نحو 1382 مليار و900 مليون ريال نهاية أغسطس الماضي وقد كانت حصة إجمالي الائتمان نحو 67% من إجمالي الوصول بينما كان نصيب الاستذمار نحو 16 و13% وعلى جانب الالتزامات بلغت ودايع المقيمين 47% من إجمالي الالتزامات بينما بلغت أرصيدة البنوك نحو 18% أما السيولة المحلية ممثلة بالعرض النقدي بمفهمه الواسع فقد بلغت بنهاية أغسطس من العام الجاري نحو 581 مليار و400 مليون ريال بزيادة 4% عن مذيلاتها في عام 2017 وذلك رغم تراجعها في الربع الثاني من العام الجاري وكان عام 2017 شهد معدل نمو في السيولة المحلية يزيد عن 21.13% وتشير توقعات صندوق النقل الدولي لنمو قدره 5.15% في السيولة المحلية خلال العام الجاري وهو ما يضمن توفير التمويل الكافي للقطاع الانتاجي بما يتفق مع الأولويات الوطنية إذن مشاهد الكرام كما تابعنا تلاشي الانكشافات المحدودة للبنوك العاملة في دولة قطر مع استمرار الحصار والتي أظهرت أن التحسن الكبير في كفاءة النظام المصرفي كان له أثر واضح في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة أي صدمات كيف تبعت هذا التقرير الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل هذا التقرير مهم جدا ليكشف لنا مدى نجاح ومدى قوة السياسة المالية والسياسة النقدية المتبعة بدولة قطر لا شك أنه في دور كبير لمصرف قطر المركزي بإصداره القوانين وبعمليات الرقابة الموجودة وأيضا دور كبير للبنوك العاملة بالدولة وخلينا نقول أفكار التحوط الموجودة بها بشكل عام النقد الأجنبي منذ خلينا نقول خمس أو ست شهور شفنا عليه تحسن بشكل كبير بدولة قطر عودة قوية قوية للمستثمر الأجنبي عودة قوية للمدخرات الموجودة للمستثمرين الأجانب حتى إذا منرجع للتقرير الأخير اللي كان لحد شهر تقريبا جولاي بنشوف لحد يعني شهر السابع من العام بنشوف أنه كان في ارتفاع قوي بإيداعات غير المقيمين حتى يعني هناك بعض مؤسسات يمكن أن تقوم بإيداع مبالغ بالبنوك القطرية أو بفروع خارجية موجودة لها التوسع الموجود للبنوك القطرية خارج دولة قطر والانتشار ووجود الفروع واستحواذها على بنوك أجنبية مهم جدا بالوصول إلى هذه الأرقام سياسة الدولة النقدية والحفاظ على قوة الريال وتوفير النقد الأجنبي الموجود إضافة للقوانين الخاصة بيئة المستثمرين وعلى رأس قانون الضرائب عندما كان هناك بعض الضغوطات على الريال بتثبيت سعر الريال عند 3.65 لجميع الموجودين والمستثمرين ببورصة قطر إضافة لوجود تصدير الغاز بشكل مستمر ورفع التوقع برفع نسب الانتاج والتصدير بيئة الفترات القادمة هذا كله يعتبر مصادر للدخل الأجنبي بعملية الاقتصاد وبعملية إذا بدك الحفاظ على قيمة عملة معينة وجود النقد الأجنبي وحجمه مهم جدا أيضا شيء مهم بهذا التقرير ارتفاع حجم السيولة ارتفاع حجم السيولة الموجودة المحلية يعني قوة الشراء موجودة وتقوم بعمليات شراء وعودة الثقة للمستثمرين لصرف الأموال والدخول بعالم الشراء والاستثمار وغيره مرة أخرى من بعد ما شفنا بعض الضغوطات على مستوى المنطقة بسبب الظروف الجيوسياسية التي كانت موجودة أيضا رقم آخر مهم ولفت انتباهي 47% من الإداعات هي من أموال المقيمين هذا يدل على مدى ثقة المقيم والمقيم هو شخص إيادي شخص آتي من الخارج مدى ثقته بهذا الاقتصاد القطري ومدى خلينا نقول إيمانه بأن هذا الاقتصاد ذاهب إلى مناطق نمو قادمة إن شاء الله طيب نتابع مشاهدة الكرام وإياكم تفاصيل الجلسة بعد الافتتاح إذن مؤشر البورصة القطرية كما نتابع وإياكم في هذه اللحظات 10.182 نقطة المؤشر العام للبورصة تصدر المؤشرات العربية والخليجية من ناحية الارتفاعات التي سجلت خلال الأسبوع الماضي ما هي الأسباب التي ثبتت المؤشر العام أحمد عند هذه المستويات لاحظ أن الارتفاعات كانت مصحوبة بزخم قوي للسيولة خاصة في أسهم كبيرة ولها وزنها في المؤشر العام لاحظوا الارتفاعات التي حصلت على بن قطر على الصناعات على القطاعات البنكي تحديدا والصناعي وحجم السيولة أيضا المتداولة أسبوعيا وسنأتي إليها بالتفصيل صحيح لا شك أنه إعلان النتائج خلال هذه الفترة وهذه النتائج المميزة لعدد من الشركات القيادية مهم جدا كان بعملية الرفع الأخيرة التي شفنا ارتفاعات لمستويات قياسية خلال العام 2018 مستوى 10200 نقطة تقريبا بكل الأحوال القطاع البنكي إذا منرجع للربعين الأخيرين بنشوف أنه بعيدا عن QNB ما شفنا تفاعل قوي لهذا القطاع وارتفاعات كبيرة فيه وبالتالي أعتقد أنه أيضا هذه النتائج الإيجابية معدل العائد إلى السعر الموجود بالسوق القطري النمو المحقق إذا بنجي إلى شركات مثلا قيادية مثل شركة صناعات شركة صناعات خلال النصف الأول من هذا العام محققة أرباح بتتجاوز أرباح الثلاثة أرباع من العام الفائت يعني الشركة ذهب إلى معدلات نمو متوقعة مميزة جدا وإعلانة بكل الأحوال أصبح قريب وغير من الشركات البنوك بشكل عام مثل محكينة ما شفنا ارتفاعات كبيرة خلال هذه الفترة شفنا زخم من الأخبار الإيجابية إعلانات شركات قيادية ونمو جيد شفنا أيضا نمو بالاقتصاد القطري بشكل ممتاز جدا شفنا الكلام عن مشاريع جديدة شفنا ظروف جيوسياسية ملائمة كل المعطيات بشكل عام عدت إلى دخول مستثمر أجنبي بشكل كبير إذا بنرجع لمعدلات السيولة مثل ما تفضلت غير الارتفاع الكبير بنشوف اللاعب الأجنبي له دور كبير بعمليات الشراء وأيضا قرب خلينا نقول مراجعة مؤشرات مورغانستاندي المتوقعة بالنصف من شهر نوفمبر القادم هناك العديد من المحافظ تبدأ بعمليات شراء استباقي لتوقعاتها بزيادة نسب أو بدخول شركات أو خروض شركات وبالتالي تبدأ بعملياتها منذ الوقت الحالي حتى تستفيد من الإعلانات المتوقعة للمؤشرات العالمية مشاهد الكرام نتابع وإياكم الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع في هذه اللحظات تتصدر شركة المجموعة الإسلامية القابضة كما نتابع وإياكم الارتفاعات بـ 26 ريال و 58 درهم بنسبة ارتفاع فاقت 7% مزايا قطر 7 ريالات 64 درهم أيضا بارتفاعات عند 2% الرعاية 65 ريال ونصف الريال مع واحد وأكثر من 17% وصناعات قطر 143 مع نسبة ارتفاعات عند حوالي 63% مزايا أحمد يعني ما زال يشهد ارتفاعات كل هذا على خلفية الإعلان عن تسليم مشروع سدرة إلى كتر فونديشن لا شك أنه هذا الخبر بشكل عام فيه إذا بدك موضوعين مهمين جدا أولا هو خبر إيجابي لتسليم أحد أكبر المشاريع الموجودة وبالتالي من المتوقع أن يدر إراد مرتفع اثنين أن هذا المشروع أرباحه وإراداته هي أرباح مستدامة يعني هو مشروع لعدة سنوات وبالتالي من المتوقع أن يكون تأثيره على القوائم المالية للشركة طويل الأمد وبالتالي المستثمر عند الأسعار الموجودة قد يكون أو قد يستفيد من هذه الإرادات المتوقعة تحقيقها بالفترات القادمة شفنا مثل أي سهم ارتفاع تقريبا نسبة أولى بالحد الأقصى ثم عودة للارتفاعات ثم بعض التهدئة عملية جني أرباح بخلال يومين السهم حقق أرباح وصلت لمستويات قريبة من 16% إلى 17% وبالتالي لا بد من عمليات جني أرباح شفنا أنخفاض إلو بجلسة يوم الخميس بعض الضغوطات من المضاربين أعتقد أنه خلال هذه الفترة بدأ السهم يأخذ الوضع الطبيعي الرعاية الآن تستحوذ على أكثر من نص دولات السوق الرعاية أداؤها حتى الآن كان جيد بتحقيق نمو بالأرباح الشيء الأهمة المحكينة دائما العامل المؤثر لشركة الرعاية هو أي توقعات بوجود أي تأمين صحي قادم ستكون الرعاية من أول المستفدين وشفناها وصلت إلى مستويات سعرية سابقة مرتفعة جدا مع وجود التأمين الصحي وشفنا أرباحها كيف كانت موجودة وبالتالي مع نمو الأرباح مع التوسع الموجود عندهم البعض راهن على هذه الشركة للاستثمار للفترات القادمة طيب انتقل مشاهد الكرام إلى الشركات الأكثر انخفاضا في هذه اللحظات وعلى رأسها استثمار القابضة 5 ريالات 25 الإيجارة 8 ريالات 69 ومجموعة المستثمرين 29 ريال و20 درهم والإسلامية للتأمين عند 52 ريال أما الشركات الأكثر من ناحية النشاط فكما نتابع وإياكم الرعاية في الصدارة عند 65 ريال مليونين 28 ألف ريال قطر يتم تدول صناعات قطر ثانيا ويدام ثالثا المنخفضة عند 73 و94 درهم ومزايا عند 200 حوالي 300 ألف ريال حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا وثانية والعشرين عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الحالي الصادر عن وحدة أكونوميست انتليجنس للأبحاث وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلة الأكونوميست البريطانية المؤشر الذي يضم 113 دولة سند في تصنيفه إلى حزمة من المعايير أهمها مقدار توافر الغذاء وسهولة الحصول عليه بأسعار مناسبة ومعايير الجودة والسلامة بقطاع الأغذية وتنوع النظام الغذائي والبنية التحتي الأساسية الزراعية يذكر أن دولة قطر ناجحت في تحقيق طفرات في مجال الأمن الغذائي عقب الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي عام واحد يرفع تصنيف قطر إلى المرتبة الأولى عربيا الثاني ورشي عالميا في مجال الأمن الغذائي العالمي للعام الحالي ركز في بنود أو مرتكزات التصنيف جاءت بناء على مقامة فيه واحد من المحاور فيه الدولة لتوفير غذائها خلال العام لا شك لا شك يعني خلينا نقول هذه أحد ميزات الحصار الذي تم على دولة قطر شفنا خلال هذا العام أداء مميز جدا يعني على مستوى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير جميع مستلزمات المستهلكين بشكل عام اتفاقات وشراكات تجارية جديدة تشجيع المصانع الداخلية والإنتاج المحلي للمواد الغذائية التوسع على مستوى استثمارات بدول خارجية شراكات استراتيجية على مستوى التصنيع الغذائي وعلى مستوى الإنتاج الزراعي قطر استطاعت أن خلينا نقول تخرج من الطبيعة الجغرافية الموجودة فيها لتصبح أو خلينا نقول تنافس دول زراعية عربية وتتقدم عليهم بموضوع الأمن الغذائي هذا موضوع يشهد لدولة قطر يشهد لحسن استخدام الاستثمارات ومثل ما حكينا التوسع الخارجي وجود شركات حقيقية على المستوى التجاري تشجيع الصناعة المحلية شفنا خلال هذا العام العديد من المصانع الغذائية التي تم إنهاءها بخلال 72 ساعة إعطاء الرخص وغيره شفنا أيضا إنتاج محلي على مستوى الألبان على مستوى الأجبان على جميع المستويات اللحوم الدواجن مشاريع عملاقة استغلال مساحات أخرى بدول خارجية وإقامة شركات مهمة لشركات قادرة على أداء الأرباح سواء على مستوى دولة قطر أو بالخارج نعم أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير في وقت لاحق من الشهر الجاري طائرة أيربوس أي 350 ألف إلى مطار جونيف كينيدي لأول مرة على الأراضي الأمريكية وأكدت أن قلة الوطنية أن تسير هذه الطائرة إلى الولايات المتحدة يأتي ضمن التزام الخطوط الجوية القطرية بتعزيز خدماتها في السوق الأمريكية كما ستحلق نحو المزيد من الوجهات العالمية خلال الأشهر القادمة وسوف تحط هذه الطائرة التي تعد من أكثر الطائرات تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم في مدينة نيويورك في 28 أكتوبر الجاري لتصبح بذلك أول طائرة تجارية من هذا الطراز تهبط أرض الولايات المتحدة إذن الخبر الأهم في جعبتنا اليوم أعلنت إذن قطر للبترول عن أن رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب المهندس سعد بن شريد الكعبي سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاشرة من صباح غد الأثنين لإعلان تفاصيل طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم تحت التأسيس للاكتتاب العام الأولي وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت الخميس الماضي موافقتها على طلب الطرح العام لأسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم ومن المقرر أن تطرح قطر للبترول 49% من أسهمها في شركة قطر لصناعة الألمنيوم للاكتتاب العام ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لتوفير فرصة استثمارية للمواطنين القطريين في الشركات التي تحضننها الدولة وتتمتع باستثمار آمن وعوائد مجزية كما يشكل هذا الطرح خطوة هامة في تنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تأمين مستوى معيشي مرتفع وضمن خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إضافة إلى دعم المناخ الاستثماري القادر على جذب رؤوس الأموال وهي أهم الأهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية شركة قطر لصناعة الألمنيوم تعتبر المملوكة طبعا مناصفة مع شركة هايدرو النرويجية تعتبر واحدة من أنجح المشاريع المشتركة لقطر للبترول حيث بلغت إيراداتها 5 مليارات ومئة مليون ريال في العام 2017 بينما بلغ صافي الربح 660 مليون ريال في نفس العام تنتج هذه الشركة حوالي 645 ألف طن سنوي من الألمنيوم عالي الجودة إلى عملائها في آسيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وتشمل مرافقها مصنع للكربون ومرافق الموانئ والتخزين ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز خلاص أعلنت إذن قطر للبترول موعد الاكتتاب الذي كان يشغل مجموعة كبيرة من المتابعين من الناس اليوم غدا إن شاء الله نحن على موعد مع هذه التفاصيل ما هي التوقعات بشأن هذا الاكتتاب وتأثيراته على البورصة عدد الأسهم التي من الممكن أن تمنح يعني نشوف أنا بشكل عام أعتقد أن هذا الاكتتاب سيكون إن شاء الله أيضا اكتتاب خير على بورصة قطر دائما الاكتتابات هي إيجابية على مستوى طويل الأجل هي جذب لسيولة جديدة وإدخال سيولة شابة بالأسواق وبالتالي إيجاد فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين أنت تعطيهم خيار جديد شركة قوية حكومية نشاطة جديد نشاط صناعي قوي أيضا شركة على مستوى عالي من الثقة شركة بدأت بالعمل وعند إيرادات جيدة وتحقق أرباح وبالتالي من المتوقع أن تبدأ هذه الشركة بتحقيق الأرباح وتوزيعها بشكل سريع أنا بتصور أنه سيكون التأثير قوي جدا رفع الرسمة لإن شاء الله خلال الفترات القادمة والوصول لمستويات جديدة ببورصة قطر بكل الأحوال التأثير المباشر خلينا نقول على الوضع الحالي يعني أنا بتصور مع وجود تمويل البنوك اللي سرنا عم نشهده بمعظم الإكتتابات لم يعد الكثير من الناس وخاصة صغار المستثمرين بحاجة لخلينا نقول تسهيل أسهمهم للحصول على الكاش أو على النقد للدخول والإكتتاب بإعداد كبيرة معظم الأشخاص اليوم عم بيكون عندهم تمويل بنكي موجود التأثير ممكن نشوف بعد التأثير بعد إعلام فترة الاكتتاب وعن مدى تأثير فترة الاكتتاب بكل الأحوال نحن عند نهاية عام وأعتقد أن الفرصة الاستثمارية الآن مهمة جدا بأسهم موجودة أيضا للحصول على الأرباح والتوزيعات القادمة بنفس الوقت وجود عمليات تمويل والاكتتاب مهمة جدا فتصور أن التأثير سيكون أقل مما هو متوقع نوعا ما كضغوطات على الأسهم بالعكس ممكن نشوف تحرك إيجابي لبعض الأسهم خلال هذه الفترة نعود إلى موضوع الشركات التي أعلنت ونحن في خضم إعلان الشركات عن نتائج أعمالها مشاهد الكرام عن فترة الربع الثالث وعن تسع شهور الأولى من العام الحالي حيث ارتفع إجمالي أرباح ثلاث عشرة شركة مدرجة في بورصة قطر بنهاية تسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة اثنين وعشر في المئة لتسجل حوالي ثمانية عشر مليار ثلاثمائة وأربعين مليون ريال قطري مقارنة بنحو سبعة عشر مليار تسعمائة وستين مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي آخر الشركات المعلنة كانت البنك الأهلي الذي أفصح عن بياناته المالية خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري بلغ صافي الربح مبلغ وقدر خمسمائة سبعة وثلاثين مليون ثممائة وأربعين ألف مقابل صافي الربح بلغ خمسمائة وثمانية عشر مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما أفصحت أيضا شركة الإجارة القابضة عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في ثلاثين سبتمبر 2018 بلغ صافي الربح أربع مليون ثلاثمائة وعشرين ألف ريال مقابل صافي خسارة بلغ عشرين مليون مائتي وعشرة ألاف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ينتظر أن تعلن خلال هذا الأسبوع ثلاث عشرة شركة أخرى عن نتائجها للربح الثالث من العام الجاري وهي المستثمرين الإسلامية للتأمين الإسلامية القابضة لدينا أيضا فودافون ولدينا قطر ومخازن والبنك التجاري وقطر للتأمين والبنك الخليجي وصناعات قطر ومزايا قطر والسينما ووقود وأخيرا الشركة التحويلية جيدة نسبة النمو حتى يومنا هذا بالنسبة لثلاث عشر شركة تصل أرباحها إلى قريب 18 مليار ونصف المليار ريال لا شك نمو ممتاز جدا حتى الآن 2.1% ولا ننسى أنه ما زال هناك العديد من الشركات المتوقع لها أداء جيد وفروقات ما بين الأرباح بين العام الفائت والعام الحالي شركات كبرى قد تكون استفادت من طفرة أسعار النفط مثل شركة صناعات ومسعيد وغيرها لم تعلن بعد وهي مؤثرة بشكل كبير على مستوى الأرباح الموجودة لأنه نسبة أرباحها مرتفع عنها وعنما مقارنة مع الشركات الأخرى أعتقد حتى الآن أن نتائج أكثر من ممتازة القطاع البنكي إذا بدك هو قائد هذه الارتفاعات حتى الآن أعتقد أنه مع الإعلانات القادمة سوف نشهد أيضا تأثير كبير للقطاع الصناعي بمدى ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترات علق سعادة الشيخ مشاهد الكرام عبدالله من السعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي على آخر تطورات مشروع اندماج بنوك ريان بروة وقطر الدولي وقال بأن إجراءات الاندماج بدأت بإشراف مصرف قطر المركزي ثم حدثت بعض التطورات التي انتهت إلى اتفاق ثنائي بين قطر بنك قطر الدولي وبنك بروة على الاندماج وانسحاب مصرف الريان من العملية لأعتبارات مقررة وأكمل أنه يجري حاليا استكمال إجراءات الاندماج بين بنكي قطر الدولي وبروة خاصة وأن البنكين غير مدرجين حتى الآن في البورصة الأمر الذي قد يسهل الإجراءات ويسرع في العملية بشأن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار مؤشر العقارات وإذا كان لديه منية أيضا لإصدار مؤشرات أخرى فات سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأن زيادة النمو السكاني في دولة قطر وزيادة معدل دخل الفرد وزيادة الانفاق العام الموجه بشكل جيد أدت إلى زيادة الطلب على العقارات وتابع بأن القطاع العقاري شهد نموا سريعا منذ العام 2005 باستثناء بعض الفترات القصيرة وقد أثر كل من التراجع الاقتصادي العالمي وأزمة الأسواق المالية العالمية على قطاع العقارات ولم تكن قطر بمعزل عن موجة الركود الاقتصادي هذا وصرح سعادته بالأخذ بالعين الاعتبار انفتاح البنوك المحلي على القطاع العقاري أصبح من الضروري اعتماد البنوك على مؤشرات قياسية موثوقة لأسعار العقارات لتقييم محافظهم الاقتمانية الخاصة بالعقارات المؤشر العقاري يتبع مصرف قطر المركزي مهم جدا لإعطاء بيانات مؤشرات مستقبلية لهذا القطاع حتى تعتمد عليه البنوك المحلية في تمويلاتها لا شك لا شك وأيضا إذا بدك حتى يكون صادر من جهة مثل مصرف قطر المركزي تكون ممكن أكثر دقة وأكثر مصداقية نوعا ما بكل الأحوال القطاع العقاري خلال هذه الفترة واجه بعض الضغوطات وهو الآن في منطقة جيدة ومنطقة مهمة جدا للاستثمار كل أدوات الاستثمار كل ما كانت مرتبطة أكثر بجهات مثل مصرف قطر المركزي أو هيئة أسواق المال أو غيره كل ما كان هناك جهات رسمية خلينا نقول يعني تتابع هذه المؤشرات أعتقد أنه ستكون أكثر مصداقية وأكثر ثقة وتأثيرة أكثر حتى على المستهلكين جميل نذكر بالبورصة مشاهدة الكلام في هذه اللحظات إذن المؤشر العام كما نتابع وإياكم نصل إلى مستويات 10178 نقطة في هذه اللحظات نشوف الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع المجموعة الإسلامية القابضة 26 ريال 58 درهم الأسمنت 61 مزايا قطر 7 ريالات 75 المناعي 61 أما الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض المستثمرين 29-20 الإسلامية للتأمين 52-5 درهم بروة 37 وأعمال 9 ريالات 60 درهم أما الشركات الأكثر من ناحية النشاط الرعاية 65 أوريدو 69-99 درهم مزايا قطر للتطوير العقاري 7 ريالات 75 وصناعات قطر 142 درهم أما أسواق المنطقة الخليجية في هذه اللحظات نرصد وإياكم افتتاحاتها السعودية 7648 دبي 2742 نقطة وأبو ظبي 4927 وأيضا السوق الكويتي 5160 والسوق البحريني 1323 ومص قد تسجل 4449 أحمد أشكرك جزيل أشكر أحمد عقل محلل الأسواق المالية تغطيتنا الاقتصادية مشاهداء الكرام مستمرة بإذن الله تعالى وإياكم على شاشة تلفزيون قطر إن شاء الله الواحدة نلقاكم مرة أخرى ونشرتنا الاقتصادية ولدينا أيضا إن شاء الله إغلاقات البورصة القطرية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة